اشتركوا في القناة ذكر الأنبياء وهؤلاء قد اختصهم الله بمزية ليست إلى العباد هي فضل منه جل وعلا لا يتمكن أحدكم من الوصول إليها كيف وقد قال الله جل وعلا وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين والمرتبة الثانية مرتبة الصديقين والمراد بالصديقين من صدق ما جاء عن الله وعن رسوله فهؤلاء هم العلماء الذين عرفوا أحكام الله وعرفوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فجعلهم بمرتبة ثانية من رتبة من أحسن وأما الرتبة الثالثة فهم رتبة الشهداء الذين قد وصلوا أعلى درجات الجهاد ببذلهم أنفسهم في سبيل الله جل وعلا وأما الرتبة الرابعة فرتبة الصالحين ولذلك نعلم أن رتبة الصديقين ومنهم العلماء هي أعلى المراتب آه تبا